السلام عليكم وقعدوا في ديوركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة الجديدة. بعد ان اغلقت قناتي السابقة كما تعلمون. شكرا لكم دائما على الدعم. نرجع بكم الى الوراء دائما عبر الفيديوهات اللي قدرت نسترجحها وننقضها من هاتفي. باش ننشرها لكم. لان هذا الفيديو كان متابع كثير من طرف مكتتبي سكنات عدل. فانا كنت يبيه تاريخ 19 مارس 2020 توجهت الى المدينة الجديدة بوينان او بوينان في البليدة. من اجل معينة تقدم اشغال الحي السكاني 3500 مسكن في بوينان. فكان هاد الوجهة. انا لأول مرة نزور المدينة الجديدة بوينان في بليدة. وتفاجأت كثير بعدد السكنات لكن ايضا تفاجأت ربما بالطبيعة الجميلة اللي كانت رافقتني عبر الطريق الممتد وصولا الى بوينان. طبعا المشروعات المشاريع السكانية هنا اغلبها تابع السكنات عدل. نشوف انه تهيئة مازالت متواصلة. رغم انه تم تسليم المشاريع السكانية والشقق لمستحقها الى انه مازالت كثير طريق مكسرة. مازالت كثير من النقائص موجودة. وتسجل على مستوى المدينة الجديدة بوينان. وصلنا ايضا هنا الى السكنات التي تضاف الى مشروع 3500 مسكن لسكنات عدل. نشوف هنا انه تهيئة هي ما يتم عمل عليه في هاد العمارات وهاد ليلو. نشوف انه عملية القيام عملية تعبيد ووضع الارصفة ومساحات لعب الخاصة بالاطفال. معدى ذلك نشوف انه ذهن الشقق تم انه وفد موضوعه. يعني من بره يعني هذا ظاهريا وشرا نشوفه من بره. لكن في الداخل طبعا عند معينة الشقق. نكتشفه دائما. هذه مشيحات جديدة على مشاريع سكنية تابعة الدولة. انه فيها عيوب ونقائس كثيرة على مستوى الانجاز. وهذا شيء سجل منذ سنوات الى اليوم يشتكي منها اصحاب السكنات ليستفيدوا منها. نشوف هنا ايه اشغال ترميم. احنا ادخلنا لحد العمارة. هذا طبعا شقة ربما تكون لحارس او الخاص بالعمارة. انه طبق ارضي. مكونة من غرفتين فقط. ولهذا راح شوفوا ان الطابق الارضي يكون فيها اه وضع سياج للنوافد وللاشرفة. بعدها طبعا نحن نشوفه اه اه غرف او شقة اخرى في الطابق الاول من هادة العمارة. طبعا الاشغال مش اه 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 مفينة يملئ. لكن هذا مش حاجة جديدة على السكنات والمشاريع التابعة لوكالة عادل أو حتى تساهمية وغيرها من المشاريع السكنية إذن هنا نخرج هنا المطبخ طبعا دايما هنا في غرفة في شقة في الطبق الأرضي من غرفة واحدة بعدها راح نشوفه نشوفه طبعا في بقية الفيديو شقة من غرفتين فقط وحين تعرفوا عليها وكيف عيوب الإنجاز وغيره إذن دايما هنا رأنا في الشقة الأرضية ربما تكون مكونة فقط من صالون وشقة واحدة ومطبخ وحمام ومرحاض إذن هنا نخرج منها ونروح إلى الطبق الأول والشقة رقم أربعة وراح نتعرفوا عليها مكونة شقة من أفطروة مكونة من صالون كما رأيكم تشوفوا لكن الفينيسيون مش مليحة بل بزاف إذن طبق الشرفة إذن طل مباشرة على المساحة اللاعب اللي راح تخصص لأطفال هنا رأيكم يستكملوا في قنوات صرف المياه القادرة نشوفوا الصالون أشغالوا عيوب يعني مش مستكملة هنا رأينا نتحطوا على يوم 19 مارس 2020 قبل انتشار فيروس كورونا بشكل مخيف واتخاذ الحكومة لقرار الحضجر الصحي الشامل على البليدة وتشديد الإجراءات الوقائية وتبعد الاجتماعي وغيره إذن هنا نشوفوا المطبخ عيوب كثيرة ويعني نوعية المواد المستخدمة يعني لا ترقى إلى حجم سكنات ومستوى سكنات البيع بالإيجار وكالة عدل الثنين إذن عندهم المطبخ شرفة ويطل دائما على العمارات الأخرى ومساحة اللاعب الخاصة بالأطفال بعدها شوفوا هنا المطبخ في عيوب يعني فينيسيون هزيلة وهزيلة جدا يعني لا تليق بمقام أفطر وينتظرها المكتب لي سنوات بعيدة إذن هنا الحمام أيضا فيه ما يقال عليه عيوب هنا مكان وضع الشفاج وهنا غرفة أولى نشوفوا حجمها صغير وهنا المرحاض وهنا الغرفة الثانية نوافط طبعا موضوعة وكل شيء لكن فيه عيوب فيما يخص البلاط وغيره هذا طبعا الكولوار نزيدون تشوفوا المرحاض والحمام أيضا فيه أشغال كثيرة لازم تعدل إنه فعلا مخضومة بطريقة مش احترافية أبدا وما فيهاش فينيسيون تامة نعودو نرجعو هنا للصالون ونشوفوا أيضا في غرفة الاستقبال إنه أيضا لا فينيسيون ضعيفة نغادروا بعدها هذا الشقة ونعاينوا بعدها ما تم إنجازه أيضا من هذا الحي السكاني اللي تم تسليم كل مرة السكنات اللي تكتمل أو للو ليكتملوا إنجازهم هنا في هذا اللو لم تبقى سوى التهيئة الخارجية على المترجمات يقولها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر